السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكنتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال ويلقاكم هذا الفيديو في صحة جيدة ومبروك عواشركم مسبقا سنشارك معك جوج ديال النكاهات في هذا الحلوى ديال السليلات او الطويسات اللي يجيوا اكثر من رائعين هماوين في الحطة ديالهم سواء في الاعياد ديالك او الا المناسبات رائعين في المداق وندوز معك مباشرة المقادر وطريقة التحضير بالنسبة للعاجين سنحتاج 110 غرام السكر غلاسي اي كاس كاس الا ربع ديال الزيت 150 غرام ديال الزفدة اي رابعة ملعقة ديال بودرة اللوز يعني اللوز مطحون بالقشور دياله بيضة كاملة ساشية ديال السكر فاني و350 غرام ديال دقيق ولكن احنا هنديروه تدريجيا غيبقى على حساب الحجم ديال البيضة وكذلك على حساب الجو مثلا البارد الزفدة لا تدخل دقيق بحلة الزفدة ديبة تبعوا المراحل وان شاء الله كل شيء سيكون واضح والشرح سيكون مفصل باش نجاح معاكم هاد الحلوه في الاول درت السكر فاني وقبصة ديال الملح درت الزفدة ودرت السكر غلاسي غنخدمهم زيان حتى ينساجموا هاد المكونات وضروري من الاحسنة البنات الزفدة تكون بحرارة الغرفة باش كتساعدكم في الخدمة كتساعدكم وكتساعدكم جيدا هنا من بعد ما اخدمت هذه الزفدة مع السكر الزفدة دابت شوية ضفت هنا الزيت ونضيف ملعقة اللوز التي طحنتها جيدا الزفدة سوف نضيف البيضة سوف نضيف البيضة ونضيف البيضة ونضيف الدقيق تدريجيا وبالنسبة للعجين يعني لا تعجنون بحل لك تعجنوا الخبز وعجنوا بحل العجين غير تجمعوا العجينة صافي حاولوا انكم لا تدركوها ولا تدركوها بحل لك تدركوها غير جمعوها بالاطراف حطوها في بلاستيك غدائي ودخلوها لتلاجة ترساح ونضيف الحشو بالنسبة للحشوة سوف نحتاج جوج كؤوس عامرين اللوز سوف نحتاج كاس السكر غلاسي ملعقة كبيرة زفدة ملعقة عامرة المشماش ممكن تعاوضه بالعسل أو القليكوز وكذلك سوف نضيف الحشوة بالنسبة للوز سوف نضيف حشوة ونضيف حشوة كاس السكر غلاسي سوف نضيف ملعقة الزبدة بحرارة الغرفة من الأحسن البنات سوف نضيف حشوة السكر غلاسي ونضيف حشوة سوف نضيف حشوة رأس ملعقة الخميرة الحلوة أي نصف صاشية لم تطلب صاشية كاملة سوف نضيف حشوة رأس ملعقة صغيرة سوف نضيف لوز 250 سوف نضيف كؤوس مملؤة سوف نضيف لكي نضيف اضافة للوز في الدار لا تحتاج الميزين بعد عجنت العجين سديت عليها ببلاستيك غذائي وخليتها جانبا ومن بعد خرجت العجين ونصرحها نضيف الورق لتساعد العجين بسهولة نستاعد لتساعد 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 على ورق الزبدة اخذت مول الطويسات المول يكون صغر وممكن تديره على شكل باطو يتوفره بأحجام مختلفة بالنسبة لي انا هادو كنت واخده مش حال هادي وهاو كان مني كان استعملهم اراني كان نغسلهم مزيان مزيان كان ديليم شوية ديال جافيل والخل والخميرة ديال الحلوة والمدافي كان نرقدهم مزيان صافي وكن نغسلهم وكيبقوا عندي مدة طويلة من بعد ما درت هاد العاجين ضعتها بالقياس اللي على حسب هاد الطويسات صافي وكن ديال العاجين وكنتكها مزيان مزيان باش كتاخد لها فوق ديال المول ومن بعد غنتقوبهم الواسط هاداك المقطع ديال منلي كتكنتقوبهم هاداك المقطع ديال صافي من بعد ما تقبتهم الواسط رح حطيتهم في الطاواني المباشرة باش كنعمرهم يعني ما تحطوهمش في السطح العامل وتعمرهم وعد تحطوهم في الطاوة وعد بدو كتعمروا الحشو ديالهم صافي هنا يخضيت انا عتعمت نديل البلاستيك باش لبنات اللي ممتوفر لهم لابوش يديروا غير البلاستيك عادي غدائي اللي بغا تديل لابوش تديرها او لاشي قرعة باش كتتحكم اكتر ما تديروش من الاحسن ما تديروش الملعقة باش ما كتروونش ليكم الجوانب ديال المول او لالجوانب ديال هادا طويسات وفي هاد لأثناء البنات راه الفران كي يسخن هنا من الفوق ممكن تزينوهم باللوز ايفيلي او الكوكاو إلا درتوا مثلا لو بغيتوا تعودوا اللوز بكوكاو راه ممكن البنات بنفس طريقة وديروا كوكاو ايفيلي إلا درتوا اللوز ممكن تديروا اللوز ايفيلي هنا كيف ما كتشوفوه خليتهم فالفران من اللي دخلتهم الفران سخون نقص عليهم الفران لأقصى دراجة وخليتهم طابوا بالمهل باش ما كيجوكمش مع الجنين من الداخل غير خليوهما البنات حتى كيبانوا لكم هاد العاجين ديال صابلي طلعتها للون الاحمر ديالها او للدهبي وطلعت من الجوانب يعني ان العاجين راه طاب 100% والحشوة من الفوق راه هكا طيب بوحدها يعني ما كتحتاجيش نهائيا انك تهبطيها طيب صابلي راه اوتوماتيك مو كتطلع العافية حتى الفوق ديال الحلوه وكتعطي هاداك اللون الدهبي هادا هو الشكل ديالهم راه كيتحيدوا من المول بسهولة ما كيحتاجوش نهائيا الوقت بزاف بالنسبة للعاجين اللي تبقى ليا عمرتوا في المول خاويين حينت ما تبقتش ليا الحشوة ديال ديال اللوز وهنا غادي نعمروا بالفواكه الجافة قدرت شوية ديال اللوز محمر ومهرمش شوية ديال كوكا ومحمر ومهرمش الفواكه المعسلة درتها تستغيز ديال بالأحمر والأخضر قطعتهم كذلك تمر وزبيب تمر حتى هو قطعته ممكن تديروا اي فواكه متوفرة عندكم اكاجو بيستاش تديروا القرقاع يعني اي حاجة وعلى حساب اللي موجود عندكم وعلى حساب المتوفر عندكم اهم حاجة هي الفكرة يعني الفكرة كل وحدة تخدم بيدك الشي اللي متوفر عندها هنا اخدي سادوك الفواكه المعسلة والفواكه الجافة كل شي غادي نجمعه في مول واحد وغادي ناخد سوس كاراميل اللي ما متوفرش عندها سوس كاراميل ممكن تدير العسل هنا هاد سوس كاراميل راه صيبته وغير بجوج ديال المكونات ان شاء الله في فيديوهات ماجيه غادي نشارك معكم الطريقة ولكن واحد اخر عندي في القناة سراه يعني ديجا حاطاه غادي نخلي لكم الرابط ديالو اول تعليق وفي صندوق الوصف الى بغيتو تتحضروه بهاد الحلوى كيف ما ممكن تشريو الكاراميل اللي جاهز يبقى لكم هنا الاختيار وهنا من بعد ما حطيت هذك الطويسات اللي فارغين حطيتهم في بلاسة واحدة ومن بعد بديتك نعمرهم بديتك ناخد من هذك الفواكه وبديتك نحط فوق منهم ممكن تضيفوا حبيبة شوكولات او للفيرميسيل ممكن تعمرهم بأي حشوة بغيتون توماية هذا هو الشكل ديالهم من بعد ما عمرتهم كاملين يعني عيواض العجينة قلت انا غادي تبقى لي اخويت هذك اللي مول ديال القوالب وعودتهم بالعجين فارغة وعمرتها كيف ممكن تشوفوا باش مضيح لي العجينة وكان هذك هو الشكل ديالهم يعني من نفس العجين خرجت هذك المياه اللي اعطاتني مية واثناشر حبة يعني بالحساب بهذا القياس بدون اي خسارة يعني تشي حجم التحرقات او التهرسات اعطاتني مية واثناشر حبة بالنسبة للبنات اللي بغوا يخدموا لي كوموند او لا بغيتهم البلاطوات المناسبات او الحفلات ديالكم يعني القياس اللي خرجت لي مية واثناشر حبة وكان هدا هو الشكل ديالهم اللي معمرين باللوز جوا رائعين وما نقولش لكم البنات على المعضاق ديالهم اما هادو اللي بالفواكه المعسلة راها شي حاجة شي حاجة الطب يعني جوا اغزالين البنات ان شاء الله تنال اعجاب ديالكم هاد الوصفة جربوها الي اعجباتكم الوصفة فارتجوا مع الاحباب والاصدقاء متبخلوش عليا باللايكة ديالكم وبتعاليقكم لوصلتو احتل هنا في لا فيديو لايكة تحفز لا فيديو انه يتقترح على الناس خرين شكرا على الدعم ديالكم وعلى المشاهدة ديالكم بالنسبة للبنات اللي انضموا معي القناة جدا كنقول لكم مرحبا والف مرحبا اشتركوا في القناة وفعلوا الزر ديال الجرس للمزيد من الوصفات وشكرا على المشاهدة الى فيديو قادم والى وصفة قادمة باذن الله